برأيك في قايمة يا كابتون برهيم وده الأهم بالنسبة لي في البداية معاك الأول بعدك أن نتكلم في الجزء الفاني والتشهيل اللي ممكن تتوقعه بالكابتون حسام بدل يبتدي به بس هو طبعا أنا يعني أنا في الفترة الأخيرة كان كابتون حسام كان ليه بعض التصريحات يمكن كلمت عليها قبل كده بس خلاص أنا عايزين نفل القصة دي لإني في الأول آخر هدخلين على مباراة مهمة زي ما احنا قلنا واعتقد أن احنا منتخب مصر بإسمه وإمكانياته باللعيبة وكيمة منتخب مصر مش محتاجين أن احنا نوصل تالت لأن احنا في الأول آخر دي احنا لينا الحمد لله كيمة جبيرة جدا في أفريقيا وفي البطولات الأفريقية فعيب أن احنا نوصل لمرحلة أن نبقى تالت يعني أعتقد دي بتقلل بشكل كبير جدا من قيمة اللعيبة أولا ومن قيمة المدرب سنين فمنتخب مصر أكبر من كده بكتير عايزين نركز لأن الشيء الطبيعي أنت بتوصل لكاس أمم الأفريقية أو بتوصل للبطولات دي على فترات كانت بالنسبة لك الموضوع مش صعب احنا اللي صعبنا الدنيا عليها عندنا مباراتين المباراتين اللي جايين مهمين جدا أعتقد أن بتركيز اللعيبة وبإصرارهم نقدر نتخطى المرحلة دي وبتمنى أن احنا في السنوات اللي جاية ما نوصلش للمرحلة دي فارول لأنها في الأول آخر الكرة مصرية بنتمنى أنها ترجع تاني وترتفع تاني مش عايزين مجاملات عجبني جدا تواجد الوينش عجبني مصطفى محمد في الفترة الأخيرة نشوف كل ما أنت عندك أسماء كبيرة جدا وأسماء لعبة مميزة أنت بيبقى عندك اختيارات كثيرة جدا غير ما يبقى عندك لعبة مع احترامي لا تصلح لمنتخب مصر ودي كانت المشكلة اللي كان بيقابلها منتخب مصر في الفترات اللي فات لعبة دون المستوى كانوا بنضم لمنتخب مصر نتيجة مجاملات وممكن أنا عارف الموضوع ده ممكن يزعى الناس كثيرة جدا بتمنى أن المرحلة اللي جاية ما يبقاش في مجاملات بتمنى تشوف أحمد فتح يا عبدالله جمعة بس أحمد فتح خلينا نتكلم في الفترة الأخيرة مشغول ببعد الأمور سواء انتقالوا البرامدز يعني حتى أحمد فتح في الفترة الأخيرة هو كيمة كبيرة جدا لمنتخب مصر واسم كبير بس في الفترة الأخيرة خلينا نتكلم بصراحة مش أحمد فتح ده برضو الليل عزره لأنه هو نتيجة عدم استقراره أنه هو موجود في الآلية وهي روح برامدز برضو ده الموضوع أثر عليه بس في الأول آخر هو كيمة كبيرة جدا وعنصر أساسي لمنتخب مصر عبدالله جمعة عبدالله طبعا من اللعبة الكويسة وعمل شغل في الفترة الأخيرة كويس جدا زيه زي الونش زيه زي مصطفى محمد فيه أسماء كثيرة جدا أعتقد يعني الاختيارات اللي موجودة حاليا هي الأفضل منتخب مصر بتمنى يبقى كابتن حسام يبص للتشكيلة الأفضل لأن انت عندك اختيارات دولة كويسة عندك لعبة الأهلي وصلة نهائي عندك مستوى في الفترة الأخيرة عالي عندك لعبة نادي الزمالك وصله الأعلى مستوى طبعا بعد الفوزة على الرجاء ونفس القصة للأهلي على الوداد فكل ده بيديك دافع وبيديك معنوات عالية جدا فأعتقد أن كابتن حسام عنده اختيارات وحلول أفضل من قبل كده طب اختياراته في قلب الدفاع كابتن أبراهيم بتشوف مين يعني الأكبر أنه يبقى متواجد في المباراة الأولى